هذا البرنامج برعاية أوريانت الإنسانية أوريانت بودكاست عند منتصف كل ساعة وعلى مدار الساعة مساء الخير نجاحات كتير يحقق السوريين خلال السنوات الماضية بمختلف المجالات وخاصة بعد ما أتيحت لهم فرص كان نظام الأسد بحصرة بالمجال اللي بخصوه يمكن المجال اللي ما بنسمع إنه في سوريين اتميزوا في لخصوصيته هو مجال قيادة الطيارات والطيران المدني اليوم بأوريانت بودكاست رح يكون معنا أحد الطيارين السوريين اللي يدروا خلال فترة أصيرة يثبتوا كفاءتهم بالولايات المتحدة الأمريكية من كاليبورنيا بينضم إلنا ابن درعة طيار عمر برماوي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك تحياتي سيد عمر بالبداية ألف مبروك على حصولك على رخصة طيار خط جوي ATBL شو يعني هاي الرخصة وكيف حصلت علي أهلا وسهلا فيك وشكرا على الإصلاف الكريمة طبعا هاي الرخصة ATBL هي Airline Transportation Pilot License هي أعلى رخصة في مجال الطيران هي بتأتي بعد رخصة الكميرشال يعني في العادة طيار لما بيتخرج بيتخرج كوميرشال بايلوت هو طيار تجاري لكن هاي الرخصة لازم يكون عندك خبرة 1500 ساعة وبعض المتطلبات لحتى تستطيع عندك تقدم عليها فأنا يعني من حوالي ثمان سنوات أنا كنت أستحق هذه الرخصة عندي الخبرة فللأسف في الدولة العربية اللي كنت أعمل فيها عملت الاختبار النظري مرتين وللأسف ما ردوا يعطوني الرخصة بسبب يعني أنه أنا من جنسية أخرى فحاولت عام 2015 كمان مرة وعام 2019 ما مش الحال فاضطريت بعدين في النهاية إني أسافر على أمريكا بما سمعته من سهولة الحصول على الرخصة وبالفعل تفاجأت لما جيت يعني وجدت أنه القانون متاح للجميع والجميع متساوين أمام القانون وتقدمت على الرخصة وحصلت عليها بغضون ثلاث أشهر يعني كانت شيء غريب بالفعل بثلاثة أشهر حصلت على الرخصة نعم ثلاثة أشهر والدولة العربية اللي حكيت عنها أي دولة؟ أنا عملت في المنمكة العربية السعودية لحاة تسع سنوات ونص تسع سنوات كنت مدرب فقط ما كنت تقود طيارات بلى عملت في شركة للتصوير الجوي في مجال التصوير الجوي فكنا نطلع فوق الحرم المكي والحرم المدني للتصوير يعني المسح الطبغرافي أو يسمى في الـ سيد عمر بنعرف أنه أنت بالإضافة لمهنتك كطيار كنت تقوم بتدريب الطيارين صح؟ نعم صحيح عملت مدة سبع سنوات كمدرب طيران وهلأ بأمريكا؟ بأمريكا الآن أنا خلص بالنسبة لي انتهى موضوع التدريب الآن أخذت هذه الرخصة وبإذن الله مجالات العمل واسعة جدا يعني بشيء ما فيك تتخيل يعني بسبب طبعا شركات طيران كثيرة جدا في أمريكا وهناك طلب يعني على الطيارين وفاجأت أنه وجدت يعني عدة طيارين من سوريا شغالين في الخطوط ولسه ما عندهم جنسيات وبسبب البوست اللي نزلتهم بارح حكماي شاب من درع عمره 23 سنة بحكيلي أنا اتخرجت من شهر عندي رخصة كوميرشال بالت وعندي رخصة سي اف آي اللي هي رخصة مدرع وبدو يبدأ يعمل في ولاية أكلهوما سيد عمر نعم تفضل تفضل نعم الشاب يعني جاء على أمريكا عام 2016 هو عمره 18 سنة جاء لاجئ تخيل أنه منظمة الأمم المتحدة جاءوا كلاجئ لأمريكا الآن هو اندمج وعنده الجرين كارد وراح يشتغل مدرع بطيران راح اندمج مباشرة في المجتمع سيد عمر مثل ما حكينا بأمريكا وبمجالك هل أعداد كبير من الطيارين السوريين أو العرب اللي قدروا يحصلوا على هاي الرخصة لحد علمي نسبة طيارين جيدة من الأردن سيد عمر فقط نعتذر راح الصوت ممكن تتعيد الجواب نعم أنا على حد علمي على حد علمي نعم في نسبة طيارين عرب عالية يعني أنا أكثر اللي شفتهم كانوا من الأردن لكن نسبة السوريين للأسف أنا ما حستها كبيرة يعني ربما ما عندنا مدارس طيران ربما الناس ما عندنا توجه وبالإضافة أنه العسكريين اللي عندنا الساعاتهم فبالتالي ما بيعطوهم أي أي دليل على أن هم كانوا طيارين وأنا صارت لي حوادث بهذا الأمر يعني صارت لي قصص يعني حتى إجاني طيار في السعودية كان مقدم طيار في سلاح الجو وجاء بده يشتغل وطيار الرجل لكن ما عنده أي إثبات لساعاته ما عنده أي رخصة فكيف أنحن بدنا نحول له رخصه فهي من أحد العقبات اللي بعانوها السوريين للأسف سيد عمر حكيت عن الرخصة الرخصة هاي وين فيك تشتغل فيها فقط في الولايات المتحدة ولا فيك مثلا معترف عليها إذا بدك له على أي دولة تانية تشتغل فيها طبعا شوف أي رخصة بتاخدها هي تابعة للدولة اللي أنت أخذت فيها أنا عندي رخصة سورية عندي رخصة أردنية والسعودية والآن عندي رخصة أمريكية أي طائرة في أي مكان في العالم تحمل تسجيل أمريكي بحق لي طيران فيها فهي نعم تابعة لأمريكا لكن هي رخصة تعتبر عالمية يعني الآن لو بدي روحها لأوروبا بعمل بعض الاختبارات هذا قصد يعني نعم بسموها كونفيرجن يعني أنا كان عندي رخصة سعودية وجيت حولتها لأمريكية الآن لكني رفعتها بعملها أبغريد يعني كان عندي كوميرشل ورفعتها للأي تي بي طيب سيد عمر هل في صعوبات ممكن تواجه أي حدا راغب بأنه يمارس هذه المهنة الطيران خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بصراحة ما أعتقد فيه هناك صعوبات أبدا نهائيا لكن ربما يكون صعوبة ربما تكون مادية فقط لكن الشاب اللي كلمني مثلا على سبيل المثال أخذ قرد طلابي يعني قرده بمقدار 100 ألف دولار تخيل وطبعا الدولة أمتى بتطالبه والبنك أمتى بتطالبه بالسداد بعد ما يعمل بيأخذوا جزء بسيط من راتبه يعني بالعكس ما فيه بالعكس أنا بشجع أي سوري يعني بيحب يدرس الطيران وعنده فرصة ييجي على الولايات المتحدة لا يتردد نهائيا الطريق ميسر ومفتوح شو هي المعايير اللي بيختاروها يعني هل بتفرق يا ترى عن المعايير اللي بيختاروها مثلا بالطيران السوري أو مثل ما حكيت أنت كنت عم تشتغل في سعودية طيران السعودية لا هي نفس المعايير يعني أولا فقط إذا بدك تبدأ الطيران لازم يكون عندك شهادة ثانوية وتكون لائق صحيا ومتقن للغة الإنجليزية هاي ثلاث شروط أستاذ عمر أخيرا بدي أسألك إنت احتفلت بحصولك على رخصة الطيران مبارح بس ببوست على الفيسبوك مراعاة لأهلنا وأهلك الموجودين في درع حاليا نحن عم نشوف البوست على الشاشة اللي عم يتابعنا شو الرسال بتحب توصلها لأهلنا الموجودين حاليا بدرع وجميع السوريين اللي عم يتابعونا بأوريان بودكاست والله رسالتي يعني صراحة هو أنا مش بموقع أني أملي عليهم هم بيعرفوا تماما أنه خلاصهم وكرامتهم هي باستمرار نضالهم ضد نظام الأسد وضد وجوده لأنه الحقوق لا تعطف أستاذ الحقوق تنتزع انتزاع واللي بيجي على بلاد الغرب وبشوف مقدار الحقوق الموجودة هون بيعرف شو معنى أنك تثور على نظام ديكتاتوري حتى أنت تنتزع حقوقك إذا ملك للأجيال لأبنائك للأجيال القادمة وإن شاء الله أنا بحب أحكي لأهلنا في الداخل أنه نظام الأسد ميت سريريا وهو يعني بحكم الزائل إن شاء الله ابن درعة الطيار عمر برماوي كنت معنا بأوريانت بودكاست شكرا كتير لوقتك ومنتمنى لك التوفيق شكرا كتير بارك الله فيك شكرا تحية شكرا أوريانت بودكاست عند منتصف كل ساعة وعلى مدار الساعة